حادثة سير خطيرة تلك التي وقعت بين الرباط والسلاء على مستوى قنطرة الحسن الثاني زوال اليوم الجمعة 16 غشة الجاري ونجم الحادث عن استضام قوي بين حافلة للنقل الحضري وصيارة خفيفة ما تسبب في ارتباك حركة المرور وفيما لم تحدد بعد أسباب هذا الحادث الخطير فتحت عناصر الأمن التابعة لمصلحة حوادث السير بحثا في الواقع قصد تحديد حيتياتها وقال شهود عيان إن الحادثة وقع جراء تصادم حافلة للنقل العمومي مع سيارة خفيفة أسفر عن وقوع إصابات في صفوف بعض الركاب وصاحب السيارة وتناقلت مجموعة من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور الحادث التي بيّنت حجم الخسائر في صفوف السيارة والحافلة ترجمة نانسي قنقر